شيء آخر أحبائي أعوز أتكلم لخدام وخدمات طبعاً اللي بيتكلموا بمحبة الرب انتبه لكلامك كل كلمة عليها محاسبة ومثل ما ذكرت أنه لازم يكون في محاسبة مش أنت تطلع تكون المرجع وتحكي في مواضيع وتترك بلبلة أنا عارف أنا بخدم وبشتغل في الميديا وأنا فاهم فن التواصل ومنعلم فن التواصل طبعاً في هذه الأيام على أساس أنه ما تكونش عثرة تكون وسيلة أنك تعكس يسوع المسيح في حياتك بس للأسف إحنا مضغوط علينا من المجتمع في ناس بتستخدم المفرقعات مثلاً فيه كنائس مسحية كتير فيه اختلافات بس إحنا 95% متفقين على الجوهر أوكي ففي ناس بتمسك موضوعات وبتشط فيه لأنه بيجيب المفرقعات هاي بسموها بفرقعات إصطلاح مفرقعات الميديا أوكي فلازم يجيب يعني ناس تدخل وتعمل لايكس وتعمل مشاهدات تكلم على موضوع بخص أبديتك وبخص الصليب والقيامة بتلاقي يا شتايم يا بتلاقي ناس عندهاش هذا الإهتاب مش عارش تحول اهتمام الناس في المفرقعات يعني الأشياء اللي هي يعني مثلاً أنا كنت في اجتماع كنت في مصر وبعد الاجتماع واحد سألني من الشباب سألني سؤال قال لي أنت بتصدق أنه يعني بتصدق قصة الطفان قلت له طبعاً بصدق وقال لي أنت بتصدق قصة يونان قلت له طبعاً بصدق أنا بصدق كل كلمة في الكتاب المقدس أنا بآمن أنه الله اللي خلق الإنسان وأنا أؤمن أنه آدم هو الإنسان الأول كما يقول الكتاب المقدس بكل وضوح وأنا أؤمن بالطفان العالمي وأنا أؤمن أنه فعلاً في شخصية اسمها نوح وفي شخصية اسمها يونان وابتلعوا الحوت وكل هاي الأمور أنا بصدق كلمة الله بعدين قلت له عاوز أسألك سؤال ممكن أسألك قال لي تفضل قلت له هل يمكنك أن تشرح لي فكرة التبرير بالإيمان وما هو البر المحسوب والبر المنسوب قال لي ما عرفش قلت له طيب إحنا أهم عقيدة في المسيحية اسمها عقيدة التبني الخلاص يعني أصبحنا أولاد للرب بدأت أسأله على أشياء أساسية بيسموها الإيمانيات الأساسية من التبرير الولادة الثانية التقديس التمجيد البر كلها الأسئلة ما عندوش فكرة فسألته طيب شمعنى أنت بتحضر بالكنيسة واللي همك نوح ولا يونان بدون ما تدرس أنت أصلا لما بتتعرف على يسوع وبتتقرب إلى يسوع كل إشي بصير واضح في حياتك فاليوم أحباء المشكلة بيستخدموا الموضوعات اللي يعني عليها جدل معين فبحطوها زي مفرقعات ميديا على أساس المشاهدة اشتركوا في القناة